اشتركوا في القناة ايها السادة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه اول حلقة من السلسلة المباركة التي ينظمها المجلس العلمي المحلي لإقليم السيد قاصم ويتدخل في اطار ما ينفع الناس ويمكث في الارض ونسأل الله عز وجل ان يتقبل هذه الاعمال العلمية الدعوية عنده بقبول حسن انه ولي ذلك مولاه ان هذه الحلقة الاولى اردت ان تكون حلقة بمثابة المقدمة بمثابة المقدمة لكي نعلم ونعرف ما سنقبل عليه في هذه السلسلة يقول ربنا تبارك وتعالى في مفتتح صورة القلم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظيم وانك لعلى خلق عظيم لعلكم ايها السادة الكرام علمتم محور رحى هذه السلسلة المباركة فسوف يكون مدارها حول الشمائل المحمدية وسيكون مضمونها حول الخصائص والنفائس التي ميز الله بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ونبي الحكمة ونبي الهدى الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين فقال جل جلاله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين زكاه الله عز وجل في خلقه فقال جل جلاله وانك لعلى خلق عظيم ايها المشاهد الكريم فعندما يكون الوصف والتقييم من الله تبارك وتعالى فلا تفكر كثيرا فإنه لا وصف بعد وصف الله تبارك وتعالى الواجب والامتثال والاتباع والاقتداء بسنة النبي العدنان الذي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فموضوع هذه الحلقات سوف يكون عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اقتباسات مهمة من كتاب عظيم في الباب وهو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لأبي الفضل القاضي القاضي عياض اليحصبي المتوفى سنة 544 هجرية وسوف نسافر في هذه السلسلة بعقولنا ونفوسنا ودمائرنا في رحاب عظيمنا وفي رحاب قائدنا وفي رحاب قدوتنا في الحياة كلها محمد صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذه الرحمة النبوية التي أرسلت لكافة الناس ولجميع العالمين تهدف إلى إخراج هؤلاء العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وأن تقرزهم أيضا من ظلمات الوهب ومن ظلمات الشرك والجهل إلى أنوار الهدى وإلى أنوار التوحيد وإلى أنوار النورانية والإشراقية التي تضمنتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر